اشتركوا في القناة اعلام ولازم حق الرد وده يبقى الطبيعي لانه زي ما اقول وبقول وحفظة لقول طول الوقت احنا بنقدم اه وبنعرض وعلى الجميع ان يشاهد ويتابع ويحكم انا معايا على التليفون المهندس احمد مجاهد يا باش مهندس اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل صباح الفل يا سبراهيم صباح الفل اخبار حضرتك يا فندم كله تمام الحمد لله كله تمام الحمد لله طيب يعني منذ دقائق كان معايا على التليفون الحج محمود الشامي وكنا بالناقش ما تم اه عرضه بالامس في برينامج جمهور التالت من انفراد يخص اللائحة اللي عادت مجددا من الاتحاد الدولي وبها بند يتعلق باتنين نواب يكونوا موجودين بالتصويت من داخل الترابيزة وعندما سألت الحج محمود الشامي قال لي انه البند ده مش حطا الفيفا البند ده اللي حطه مهندس احمد مجاهد ده يستدعي ان حضرتك ترد على الجزئية دي لانه اعتقد انها يعني تحتاج من حضرتك ردد تفضل يا فندم بس انا الاول يعني هقول ثلاث طوات مهمة جدا اول نقطة ان انا على المستوى الشخصي المستوى الشخصي علاقتي متميزة جدا بكل الزمل الموجودين في الاتحاد سواء الاعضاء اللجنة او القائم بعمل المدير التنفيذي فانا علاقتي بهم ممتازة بشكل شخصي وانساني على مستوى العمل انا مختلف معاهم جملة وتفضيلا يعني دي اول حاجة يعني اي اجراءات في ما تم من لقاءات مع الامدية ما يتم من لوائح ما يتم من تسويف وضع طيل اه لعقد جماعة عومية بحجج اه وهي وابعت اللجنة الاولمبية اللي ملهاش اصلا دور في اللايحة النظام الاساسي عندنا في التصنيف وخلافه فانا على خلاف كليتا اه في هذي الامور عظيم حضرتك شاف الجزئية بتاعت اللجنة الاولمبية انه هي غير مجرد حجج يعني التسويف اه اي حجج يعني انا بعت جاب لستنى يرد انا بعت للاجنة الاولمبية اصل انتو رأيكم ايه اصل بقى بعت اخلي رأي قانوني كل ده تسويف وتعطيل اه و حجاج مفهومة يعني اي حد لسه مبتدئ في الشغلانة يعني ماشا ماشا نروح لجزئة تاني ودي لعبة عملت عملت السنة اللي فاتت عشان الجماعة العومية العادية ما تتمش عشان ما اه ما تدخلش اللاجنة وهي لسه اه جاية جديدة في مواجهة مع المتين نادي فكانت دي فدي الحجة اللي بتتعمل دي نمرة واحدة نمرة اتنين اللي بيتعمل حتى الآن من نمازج للليحة هي نمازج لم تكن نهائية وأحب أقولك أن النموذج النهائي اللي كان جاي من الفيفا كانت مفآلة اتنين وقتنا كان من ضمن النمازج فعلا نموذج النهائي كان فيه نائب واحد من الداخل ثم عرضت اللجنة أنه يكون نائب من الخارج الحاجة الثالثة ودي المهمة أن مسألة اتنين نواب ده كان مقترح القانونيين في الفيفا وأن في بعض الاتحادات فيها نفس المسألة زي الاتحاد الإيطالي مثلا والكلام على أن بحنا ما عندناش أمين صندوق يعني فيه نائب وأمين صندوق كانت زمان فيه نائب وأمين صندوق بعدما التاجر أو الأمين صندوق أصبح بالتعيين أو بيبقى مدير كمدير مالي كان زمان إحنا عندنا في اللاحة فيه نائب وأمين صندوق وزكرتير فبعض الاتحادات حطت نائب للشؤون المالية ونائب للرئيس في ناحية الإدارة فده كان من ضمن المقترحات ويمكن المقترح ده بقى كان لإنقاذ محمود الشامي يعني فرصة أن في وجود مثلا واحد زي سينيو فرصة أكتر من اسم اللي هو صافي باسيوني فيه أكتر من اسم كان مرشح على مقعد النائب فكان يعني يعني الحقيقة كانت تفكير أن ممكن يكون ده فرصة لمحمود الشامي وده متعملتش خالص من أحمد مجاهد ولا أنا أرى أن اتنين نواب في الوقت الحالي ممكن تزود المشكلة لأن كل اللي بيحط يعني طبورة زيادة على كتفه بيبقى إحنا هنا في مصر حتى الآن مش متعودين على العمل الجماعي بشكل كامل فأنا من الناس اللي بتفضل أن يكون فيه ريس ونائب واحد وعدد من الأعضاء فالكلام اللي اتقال ده كذبا جملة وتفضيلا ليس حقيقة طيب كذبا طيب لا ده كان مهم بالنسبالي أنه أنا بس مش عايز أوصفها بقى إذا أزنتلي الحبات إذا أزنتلي معلش مش عايز أوصفها بالكذب قد يكون استنتاج غير صحيح معلش ما يتقال إن أحمد مجاهد هو اللي حط البند ده ده كذب جملة وتفضيلا وفيه ناس شايفة إنه هو لو صحي من نوم مصدع شوية فأحمد مجاهد هو السبب أو لو إيه خرج من البيت يعني حصل العربية لقى الكويتش نايم فيبقى أحمد مجاهد هو السبب فده يا واجس ربنا يهدي يعني يبقى حضرتك ليس لك علاقة به هذا الأمر ده اللي كان بس بيهمني إن أنا يبقى عندي يعني أنا في البرنامج هنا يكون عندي حق الرد لأنه أنا مش هسمح بقى أي حال من الأحوال إنه يبقى البرنامج فيه ولما كوني أصوص بريم ولما كوني أصوص بريم أنا اللي بقوله وبوصف وبعمل اللايحة آآ بالخبرة دي ما كنتش عادت سانة عشان أخلصتها كنت خلصتها تمانية واربعين ساعة ليس أكثر وإلا ما كنتش تغلت للحكاية الثانية في حياتك آخر آخر سؤال لأن عندي فاصل دلوقتي حالا لازم أطلع آخر سؤال يا فندم هل حضرتك شايف إنه الأصحة للكرة المصرية إنه يبقى منصب النائب من الخارج علشان ما نخشش في الخناءة بتاعت التربيزة اللي عادت 3-4 سنين دي وحضرتك كنت في المجلس وشاهد وشايف اللي بيحصل بس هي لها لها وجدتين نظر وجدت النظر الأولى إن النائب أما بيجي برة بيقول رئيس والله أنا منتخب زي زيك ويبدأوا يربطوا مع ضد بعض على التربيزة لما بيكون من الداخل بيفضل محافظ إن فيه رئيس وفيه نائب والنائب ده جيب اختيار الأعضاء بقى فيه يعني جزء من الاحترام لكن أقول لك حاجة غريبة جدا بقى لأنا مقتنع عشان أغير من المسلك اللي بقى لأنا سنين فيه أنا أرى أن الانتخابات تكون باللسة يعني الريس وقيمته وريز بنائب أعضاء اللي داخل داخل عايز تنتخب أنا بريدة بتنتخب أنا بريدة بقيمته عايز تنتخب أحمد شوبر بتنتخب أحمد شوبر بقيمته وهو يتحمل المسئولية لكن بعد أجيب له كل واحد النائب لوحده وعضوين لوحدهم وتلاتة لوحدهم ما بيحصلش توافق وفي الآخر بنجي نقول المجلس فاشل المجلس فاشل إن الاختيارات ما هيش متنصقة صحيح فندم أنا بشكو حياتك شكرا جزيلا وصباحك زي الفل المهندس أحمد مجاهد وعضو مجلس أدارة بشكرك يا فندم شكرا جزيلا المهندس أحمد مجاهد وعضو مجلس أدارة الاتحاد المصري كرة القادم السابق أنا بس عندي تحفظ على كلمة قالها المهندس أحمد مجاهد إنه بطبيعة الحال لازم يكون عندي الدباجة ديت لأنه المهندس أحمد مجاهد قال هذا كذبا خليني بس أغير البتاعه وأبدأ تحفظي ممكن يكون استنتاج غير صحيح واستنتاج غير سليم ده ممكن يتقال على كلام المهندس أحمد كلام الحاج محمود الشامي لأنه في النهاية رغم برضو انتقاده للمهندس أحمد مجاهد إلا إنه لم يعنعته بأي صفة من الصفات أكتر من إنه هو صاحب بند اللاحة وبالتالي حق إن أنا حق الراجل اللي مش موجود إن أنا أرد بالشكل ده بالشكل الإعلام نروح لفت